كان اجتماع جد هام مع النقابات اليوم في الاشكالية اللي كان عفوها في ميدان ديال التعليم اليوم ولكن اجتماع الحمد لله ايجابي يعني كان فيه حوار اللي هو جد وكانت واحدة جدية في العمل الاخوان الممتنين ديال النقابات جابوا يعني المطالب ديالهم اللي هي مطالب لنقشناها وتحولنا فيها واللي هي مطالب يعني مهما لكتهم يعني الناس القطاع ديال الطبيعي الوطنية هذه كانت مناسبة انه باش نتجاوبوا معها ومكنني نعطيكم بعض التوجهات اللي احنا قررنا باش غدي نمشيوا فيها ان شاء الله انه غدي تم اولا دجميد ديال يعني النظام الاساسي ديال التعليم باش ان شاء الله كذلك تكون فيه واحدة امكانية ديال التحسين ديال الدخل ديال يعني الموظفين والموظفات اللي موجودين في القطاع ديال الطبيعي ديال التعليم كانت نقطة يعني تانية اللي هي تهيئة عند الاهمية ديالها لتكلموا على الاخوان ديال الاقتطاعات شرحنا الاخوان ديال النقابات بان الاقتطاعات مرت من واحد المرحلة اللي هي يعني ادارية وصلت انه الاقتطاع كين ولساليا غدي خجوف من هنا يومين ويعني من الصعب انه بالنسبة لهذه الشهور الاولى اللي كانت نرجعوا على الاقتطاعات ولكن اقترحنا عليهم انه يعني الاضرابات الكبيرة هي هذه اللي جات من بعد اللي غدي تكون يعني في الشهر المقبل انه يكون واحد الحوار ونقاش داخل يعني لكوميسيون اللي غدي يشتغلوا باش يحاولوا ان شاء الله نخفوه من هادشي ولا نجوجوه في المستقبل اه تانيا اه تالتا اه غدي تكون ان شاء الله اه الجناء وزارية كما قررنا لكتر اساسي شكيب بن موسى وغدي يكون معه اه سيد وزير اه شغل سيس كوري وغدي يكون معه سيد قجع الوزير ديال يعني الميزانية وغدي يتعاملوا معهم بعدد من الاجتماعات ان شاء الله باش نحاولوا نخدموا على هادك التحسين ديال ان شاء الله التعديل ديال اه اه القانون الاساسي ويلقاء الحلول ديال جميع يعني المشاكل اللي هي مطوحة وهادشي تاخد فيها تاخدنا في قرار انه ان شاء الله في حد اقصى على مكسيموم لميت النور 15 من يعني يعني ان شاء الله يكون اه توافق بين الاطراف وتبدأ تطبيق ديال هاد يعني اه توجه وهاد النظام اه الجديد اذا هدي كلها يعني اه افاق اه اه جد ايجابية اللي غدي يشتهلوا فيها وليتم عليها الاتفاق مع النقابات مع العلم انه الحكومة بالطبع قالت بانه غدي يكون اجتماع ابتداء من 15 من نهار الخميس ان شاء الله نهار الخميس غدي يكون اجتماع مع الليجنة الوزارية باش يشتغلوا على اول يعني على هاد النظام الاساسي ويشتغلوا على هاد الامكانيات وقلنا لهم بانه لازم يعني احنا طلبنا من النقابات وهذا طلب ملح انه لابد انه غدي يبدون تنقشوا غدي يبدون تحووا غدي يلقوا الحلول انه بلدنا ما يضيعوش يعني الكل خصوش على الاقسام تيالو انه تخلنا في واحد دينامية ايجابية وهالدينامية ايجابية خصتكم كذلك في اوجوعي الى الاقسام واشكرا لكم اشتركوا في القناة